أهلا وسهلا هلو أهلا وسهلا هلو هلوز هلوز حبيت أنه لما ما نكون أصلا مخططين نطلع لايف ونطلع فجأة بس أنتو حاضرين وإن شاء الله عليكم تططب أحلى شي الأمور اللي تصير عفوية with the flow يا هلو يا هلو هلوز حاضرين ونسوي منشن برافو سووا منشن وشير حتى الكل يحضر راح نناقش موضوع مهم لهذا اليوم اللي هو الأكاشا أو اللي أغلب الناس يسموه أكاشيك ريكوردس بس بالنسبة أنه شوية منظورنا مختلف لهذا الموضوع يعني أحنا ما ننظر على أنه هو ريكوردس أو ملفات متسجلة بيانات وإنما ننظر لك شيء ثاني راح نشرحها اليوم بس هي باختصار الأكاشا بمنظورنا هي ذاكرة التجارب أوكي فاليوم راح نشرح شوية على هذا الموضوع وراح نحس أكثر من ما نحاول نفهمها أو نحللها بعقلنا راح نحس شنو هو الأكاشا شنو تجاربنا اللي متخزنا بهذا المكان أحساسها، مشاعرها فرح نحس بكل هذه الأشياء وبعدين راح نسمح لها بأنه هي تتحول لحكمة بدل ما تظل ملفات مفتوحة غير منتهية راح نسمح لكل هاي الملفات والتجارب بأنه تتحول لحكمة وتوصلنا بطريقة جديدة اللي هي بطريقة جديدة راح أعيد بطريقة جديدة يعني بعد ما تتحرر كل التجارب كل مشاعرها أو أحاسيسها للروح راح تتحولها لحكمة وترجعنا هذه الطاقة مع الحكمة لخلق واقع جديد فبعد ما نحرر كل التجارب راح تتحول لحكمة وترجعنا كطاقة وحكمة مندمجين مع بعض أنيرجي and wisdom combined together حتى نخلق بها واقع أجمل فهذا اللي راح نشرحها اليوم وراح نحسها ويمكن إذا لحقنا نسوي عليها أمول صغير حتى نحرر كل هذه التجارب المشاعر الطاقة العالقة تتحول لحكمة وطاقة نقية وترجعنا ونقدر نخلق بها واقع جديد أجمل تمام؟ حلو أوكي فإذا خلونا نشرح بمنظورنا أحنا أجين ماكو شي اسمه صح وخطأ الحياة هي عبارة عن وجهات نظر فكل شخص عنده وجهة نظر بموضوع معين بالحياة بشكل عامة بالذات بالآخرين فهي كلها وجهات نظر ما بها صح وخطأ وإنما ممكن اختلاف أو انسجام بوجهات النظر فالحتي اللي أنا راح أحتيه عن الأكاشة لا يعني أنه شخص ثاني أو مدرب ثاني اللي ديقولها خطأ وإنما هاي وجهة نظره مثل ما هذه وجهة نظري أنا فراح أحتي لكم بمنظوري بالأشياء اللي أنا مقتنعة بيها وحاستها ولامستني شنو هي الأكاشة أو اللي ممكن بعض الناس يسموها الأكاشك ريكوردز أو سجلات الأكاشة بالنسبة إلي ليش ما أسميها سجلات أو ريكوردز لأنه ما أريدكم تأخذون نظرة أنه هي عبارة عن دفاتر أو كتب أو سجلات موجودة بمكتبة كبيرة مع كل البشر وإنه أنت تقدر تروح وأكسس سجلات غيرك أو وتشوفها وتقراها هذا الشيء بالنسبة إلي مو صحيح ولهذا ما أحب أسميها سجلات وإنما أسميها الأكاشة اللي هي فيلد أو خلينا نقول المجال اللي بي ذكريات تجاربي يعني أقدر عتبر طاقة أو نور مكان من ضمن الروح أو جزء من الروح يحتوي على ذكريات تجاربي كل التجارب اللي أنا عشتها سواء بهذه الحياة أو بحياة أخرى موازية اللي ممكن نسميها سابقة أو لاحقة فكل التجارب اللي عشتها الإحساس التجربة اللي عشتها سواء كان إحساس حلو أو شعور مو حلو عشتها سبب لي صدمة أو ملفات مفتوحة غير منتهية فكل هذه الأشياء موجودة في هذا المكان اللي نقدر نعتبره مثل حقل طاقي أو جزء من الروح يحتوي على إحساس التجارب اللي عشتها يعني مثلا خلينا نقول أنا وطفلة مريت بتجربة سببت لي صدمة فولدت عندي مثلا شعور خوف أو شعور بالرفض فهذه التجربة مع مشاعرها لازالت موجودة بحقل طاقي بالأكاشة موجودة مو على شكل تفاصيل يمكن هذا الاختلاف بين نظرتي للأكاشة وبين باقي الشرح اللي ممكن شنا نقرأ أو نسمعها إنه هي سجلات مكتوب بيها بالتفصيل بفلان يوم بفلان ساعة صار لي فلان موقف مع فلان شخص دا 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 لا بالنسبة للروح التفاصيل مو مهمة أصلا يعني مو مهم بيا يوم بيا وقت مع منو صار لي موقف أو بحياتي سابقة شنو كان اسمي وشنو كانت وظيفتي ومنو عائلتي هاي الأشياء التفاصيل كلها مو مهمة بالنسبة للروح لأن الروح بالنهاية تأخذ فقط الحكمة إحساس التجربة مو مهمة التفاصيل فإت نوت اباوت ريكورد بالداتا هي ليست سجلات بتفاصيل أو ديتيلز معينة وإنما هي إحساس التجربة هسا أنتو لما تذكرون طفولتكم شنو تذكرون من طفولتكم هل تذكرون تفاصيل الطفولة إنو باليوم الفلاني تشنت لابسة فستان لونة أحمر ورحت وطلعت لعبت بالشارع وقعت وبعدين خفت ما تذكرون التفاصيل وإنما تذكرون إحساس التجربة صح؟ لأنه هو العقل فقط يتعامل مع الديتيلز دائما العقل هو اللي ينتبه للتفاصيل بينما نروح تاخذ فقط الإحساس فنفس الشيء بالنسبة لسجلات الأكاشا اللي هي بها إحساس التجارب اللي عشناها فمثلاً مثل ما قلنا بالطفولة صار عندي موقف معين حسيت بإحساس معين فهذا الإحساس أو الشعور ما زال موجود في هذا المكان اللي هو يحتوي على كل ذكريات تجاربي فاللي راح نسوي اليوم راح نفتح هذا الباب لهذا المكان بغض النظر شون تتخيلون شكل المكان حتى لو تخيلتوا على شكل مكتبة لكن أعرفوا بأنه هذه المكتبة مكتبتكم أنتو تخصكم أنتو فقط وليس كل البشر يعني البرمجة أو المعتقدات اللي أنتو سامعيها عن سجلات الأكاشا بأنه هي مكتبة كونية تضم سجلات كل البشر والأرواح اللي عاشوا واللي راحوا يعيشون على الأرض طلعوها من بالكم إذا تخيلتوها على شكل مكتبة فهذه مكتبتكم أنتو اتخذكم أنتو فقط وليس شخص ثاني لأن الطاقة طاقتك أنت وليس طاقات الآخرين فرجاء لا تدخلون بحياة أو تفاصيل أو أشياء تخص الآخرين خليك فقط بذاتك هذا أول اتفاق نتفقى بيناتنا الأكاشا تخصك أنت فقط وليس الآخرين أوكي ما لها علاقة لا بالأجداد ولا بالأسلاف ولا بأي شي تخصنا أحنا تجاربنا أحنا سواء كانت بحيوات سابقة أو بهذه الحياة أو بالاحتمالات اللي ممكن تصير للمستقبل لأن المستقبل هو مجموعة احتمالات مفتوحة حلو؟ فاللي راح نسوي اليوم راح نستشعر الأكاشا مالتنا نحسها شلون إحساس هذا المكان هل تحسون بثقل ولا تحسون بخفة ولا تحسون أكو مكانات بها ثقل ومكانات أكو بها خفة أكو ذكريات جميلة متخزنة بهذا المكان وأكو ذكريات مؤلمة أيضا موجودة بهذا المكان بغض النظر عن الأحساس اعترفوا بوجوده لأنه أول نقطة مثل ما قلنا الأكاشا تخصك أنت وليس غيرك ثاني نقطة الاعتراف بكل شيء من غير تحليل أو تصنيف أو أحكام يعني إذا الأكاشا مالتي ذاكرة تجاربي بيها ذكريات مؤلمة أعترف بوجود هذه الذكريات أعترف بهذا الشعور I acknowledge my emotions هذه نقطة مهمة جدا I acknowledge your emotions فخلونا الآن نفوت لهذاك المكان اللي اسمه الأكاشا أو ذاكرة تجاربي خلونا نروح له ناخد نفس نخلق مساحة أمان ونفوت إلى الأكاشا مالتنا أحنا بغض النظر شلون ممكن تتخيلون شكل هذا المكان ممكن تتخيلوا على شكل حقل ممكن تتخيلوا على شكل مكتبة لكن مو بها سجلات وتفاصيل وأرقام وإنما على شكل هولوغرام يعني كل تجربة أنا عشتها ممكن تكون موجودة تتمثل قدامي على شكل فيلم أو هولوغرام فممكن أمشي بهذاك المكان وأتفرج على كل تجاربي اللي ما زالت محفوبة أو عالقة بالأكاشا مالتي وممكن أنا ودا أتمشي بهذا المكان راح أشوف أكو فيلم أو هولوغرام بموقف صار لي بالطفولة ودا أشوف نفسي كطفلة شنو كان إحساسي بهذيك التجربة ممكن أكون فرحانة ودا ألعب ومستمتعة جدا فأني راح أحس إحساسها شنو كان إحساس الطفلة مالتي بهذاك الموقف أو التجربة بعدين يمكن راح ألتفت للجهة الثانية وراح أشوف أكو فيلم آخر أو السينما أخرى أو شاشة أخرى دا تعرص تجربة أخرى من حياتي ممكن تكون تجربة مؤلمة ممكن بموقف معين خفت أو تألمت عسيت بالوحدة والانفصال فراح أشوف نفسي بهذاك الموقف وإحساسي شنو كان وحدة وانفصال راح أتفرج على كل هذه التجارب اللي متخزنة بالأكاشة من غير ما أنا أروح أغوص بالتجربة أنا فقط المتفرج المراقب اللي دا يراقب ويشوف ويتفرج كل هذه الأفلام اللي دا تلعب من حوالي أو الهولوغرامس اللي موجودة في الأكاشة مالتي أنا قد تكون أشياء غريبة علي لأنه هي لحياة سابقة عقلي مدى يتذكرها لأنه العقل يسوي بلوك للأشياء السابقة حتى لا يكون أوروالمينج بالنسبة إلي خليني مركزة على هذه الحياة فبالتالي عقلي يسوي بلوك لكل الأشياء القديمة ويخليني فوكسد على هذه الحياة which is good طيب بس ذاكرة الروح بيها كل الحيوات أو كل الاحتمالات اللي اتجسدت سواء كانت بالماضي أو باحتمال آخر أو بالمستقبل فأني راح أشوف أفلام قسم من عندهم راح أتعرف عليهم وقسم من عندهم ما راح أعرفهم لكن راح أحس إحساسهم أنه ممكن يكون عندي تجارب بحيوات سابقة كانت مؤلمة جدا ممكن أكون كنت شخص ظالم أو سيء ممكن أكون مجرم ممكن أكون مبتز إلى آخره فراح أتفرج عليهم من غير أحكام راح أعترف بوجود هذه النسخ هذه التجارب لا ألعب دور الضحية ولا ألعب دور المنقذ فقط المراقب ورح أتماشى بهذا المكان اللي هو الأكاشا مالتي ورح أشوف كل هذه التجارب موجودة على شكل هولوغرام أو أفلام أتفرج عليها من غير أحكام وبعدين لما أحس أني ردي جاهزة راح أسلم كل هذه التجارب أو أحررها من هذا المكان إلى الروح إلى روحي أنا فاللي راح تسوي الروح راح تاخذ كل هذه التجارب بإحساسها بمشاعرها بطاقتها وتحولها لحكمة هذا شغل الروح مو شغلي أنا كإنسان أنا بالنسبة إلي كنسخة بشرية مسؤول فقط عن التجربة أنا نزلت للحياة حتى أختبر الحياة حتى أجرب كل شيء بكل الاحتمالات وأمطي هذه التجارب للروح روحي راح تاخذها كأنه راح تعصرها واتطلع الخلاصة منها اللي هي الحكمة وإحساس التجربة فخلونا الآن لو حابين ولو مستعدين نحرر الأكاشة مالتنا بكل تجاربها وذكرياتها ومشاعرها وطاقتها إلى الروح الروح راح تاخذها تحولها لحكمة وترجع لي كطاقة نقية وحكمة أخلق بها واقع جديد بوعي أعلى فلو حابين ومستعدين يلا خلونا الآن أواشين حط النية بأنه أنا أنوي بأن أحرر كل تجاربي مشاعرها وطاقتها أسلمها إلى روحي روحي راح تاخذها تحولها لحكمة وطاقة نقية وترجع لي بشكل جديد ناخذ نفس عميق ونستشعر بأنه الأكاشة مالتي المكان اللي يحمل ذاكرة تجاربي بكل طاقتها ومشاعرها وأحاسيسها الآن اتحررت من مكانها العالق رحت للروح الروح راح تحولها إلى حكمة وطاقة نقية هذا كل اللي علينا نسوي مو علينا ناخذ مسئولية أن ننصحح التجارب أنت كإنسان كنسخة بشرية من نسخ الروح مسئول فقط عن التجربة فعيش التجربة فضي بشكل كامل من غير ما تحكم على نفسك أو تأنبها أو تحاسبها عيش التجربة وسلم هر الروح الروح راح تأخذها وتحولها لحكمة وطاقة نقية هذا كل اللي علينا نسوي فخلونا ما ننظل عالقين في مكان أو في تجربة معينة حسينا بأنه عدنا تجارب مؤلمة تجارب ثقيلة ما زالت عالقة في ذاكرتنا ما زالت عالقة بالأكاشة شمالتنا بحقلنا الطاقي مدى نقدر نتخلص منها مو شغلك أنت تبروسس أو تفكس سلم هلو روح مبطل نتمسك مشكلتنا أنه نحن نتمسك بالأشياء نتمسك بالذكريات سواء كانت حلوة نحن نتمسكين بيها لأنه إحساسها حلو كل ما مليت رح أرجع بذاكرتي وأتذكر الأيام الحلوة والتجارب الحلوة اللي عشتها حتى يطلع عندي مشاعر حلوة أو شواء كانت تجارب مؤلمة أيضا متمسكة فيها حتى لا أكررها أو أحمي نفسي أو أنه ما أنسى الأذية أو أنتقم من اللي أذاني بغض النظر عن الأسباب اللي تخلينا نتمسك بالتجارب خلونا الآن نكون فعلا شجعان فعلا ماسترز وواعين ونتخل خلونا نسمح لنفسنا بأنه نتخلى نتخلى عن كل ذكريات تجاربنا عن كل الطاقات العالقة اللي أحنا متمسكين بيها هل تقدر تتخلى الآن عن كل شي عن الحلو والمر فإذا كنت فعلا مستعد حط هذه النية أتخلى عن كل تجاربي والطاقات العالقة أسلمها كلها إلى روحي روحي هي رح تعرف شنو تسوي رح تأخذها وتحولها لحكمة وطاقة نقية وتقدم لياها كهدية وهذا أجمل شيء وأجمل هدية تسوي لنفسك وحتى لكل البشرية لأنه إذا أنت تحررت فرح يكون نورك أجمل وأحلى ورح تشوف للناس الطريق السهل للتحرر وللتنوير مو بالضرورة طريق المعاناة مو بالضرورة أدفع ثمن أخطائي من الماضي مو بالضرورة أظل أحس أنه أنا محدود ولا أستحق الوفرة وما أستحق الحب لأني غلطت بالسابق خلونا ننطي هذا التسامح لذاتنا نستقبل من روحنا كل أخطائنا وأغلاطنا والتجارب القاسية اللي مرينا بها نسلمها للروح ونستقبل منها المغفرة لأنه الروح فعلا ميهم هالتفاصيل لأنه هي تحبنا حب غير مشروط مثل الإله يحب حب غير مشروط ما عنده عليك أحكم كل المعتقدات اللي احنا تبرمجنا عليها بأنه راح تتحاسب وراح تتعاقب وراح يعكمون عليك وميزان وكفة ميزان هذي كلها خلونا نحررها الآن لأنه فعلا الخالق الإله يحبك من غير شروط لأنه أنت جزء منه فإذا أنا أحكم عليك معنات هذا أحكم على نفسي شلون أقدر أحكم على جزء مني من غير ما أحكم على نفسي صح فلهذا خلونا نودع كل هذه البرمجة والمعتقدات القديمة وأيضا نسلمها للروح ونتبه ونتبنى معتقدات جديدة ونحسها بأنه الخالق والروح يحبوني من غير شروط لأنه جزء منهم لأنه روحي هي جزء من المصدر نفخة من روح الله ونسختي البشرية هذه هي نسخة من نسخ الروح فشايفين الخالق المصدر الله نفخ من روحه لروحي وروحي خلقت هذه النسخة البشرية المادية حتى تجرب شنو معنى أنك تكون في بعد مادي وسط الجاذبية والمكان والزمان فأيذن آني نسخة من روحي وروحي نسخة من الخالق فبالتالي ما رح يحكمون علي من غير ما يحكمون على نفسهم لأني قطعة منهم فخلونا نرتاح ونستقبل المخفرة الآن لا تنتظرون لبعدين لا تنتظرون خليني أموت وأروح وأتحاسبوا أنتظر المخفرة استقبلوها الآن خلونا نستقبل المخفرة على كل تجاربنا وأخطاءنا بالماضي أو اللي راح تصير من روحي من المصدر الآن ممكن تحسوها على شكل شلال من نور نقي صافي يخسلكم تماما ويحرر كل هذه التجارب من الأكاشة مالتكم أو من ذاكرة تجاربكم كلها تتحرر يطلع من عندها فقط الرحيق فقط عصارة التجارب حكمتها وإحساسها والباقي كلها يتنظف ويتحرر إلى طاق نقي فكأنه عملية تحرر جذرية لكل الطاقات والمشاعر العالقة كلها راح تتنظف ترجع لأصلها واللي راح يوصلني هو الحكمة فقط ممتاز فهذا اللي حبيت نسويه اليوم أولا نحرر الأكاشة مالتنا خلونا نبطل متمسكين بتجاربنا والذكريات سواء الحلوة أو المؤلمة نبطل متمسكين خلونا ويلت جو بكل شي نتخلى ونحرر كل شي لما تحرر كل شي هل معناه بأنه أنت راح تنسى أنت منه أو تنسى أصلك أكيد لا لأنه اللي راح يجيك هو الخلاصة هو الزبدة هو عصارة التجارب وليس الألم والحزن أو المشاعر وغيرها يعني حتى نشبهها لما أنت تفوتون فيلم تفرشتوا على فيلم ساعتين لما طلعتوا من الفيلم وأحد سألكم شون رأيك بالفيلم ش راح تقول راح تنطيء الخلاصة أو الحكمة أو الإحساس اللي طلعت بيها من الفيلم صح؟ ما راح تقعد تشرح لتفاصيل الفيلم الممثل الفلاني كان اسمه فلان شي وكان يعيش بفلان بيت وكان يلبس فلان شكل وكان يقوم الصبح ويسوي كذا 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 ما راح تقعد تنطيهم التفاصيل من الفيلم راح تنطيهم الخلاصة اللي هي إحساس الفيلم والحكمة اللي طلعت بيها من هذا الفيلم فنفس الشي بالنسبة لحياتنا لما راح نغادر الحياة شنو اللي راح نتذكره فقط إحساسنا بهذه الحياة بهذه التجربة والحكمة اللي طلعنا بيها فبدل من أجل هذا شي لما بعد الموت خلونا نسوي هسا خلونا هسا ناخذ الحكمة والإحساس من حياتنا من تجاربنا المختلفة ناخذ فقط منها الحكمة ونحرر المشاعر والطاقة العالقة ترجع لأصلها طاقة نقية هذا كل اللي نحتاج نسوي بدل من نراكم التجارب والألم والأحاسيس وغيرها تبقى متراكمة جوانا تسوي بلوك وبلوك وبلوك وهاي البلوكات ده تعيق تدفق النور تدفق الطاقة اللي ده يجينا من المصدر ومن الروح لأنه احنا حاطين بلوكات فمسوين إعاقة لما نتحرر من هاي البلوكات نتحرر من آلام التجربة نتحرر من الصدمات نتحرر من المشاعر وغيرها من الأشياء اللي احنا متمسكين بها رح نسمح لهذا التدفق للفلو بأنه هو يوصلنا بسهولة ويسر فبالتالي رح نقدر نعيش حياة من النعيم شنو هو النعيم هو السماح للطاقة بأن تخدمني هذا هو النعيم ببساطة ما كو ناس تستحق النعيم أو عندها حظ عالي وأكو ناس ما تستحق وعندها استحق واطي ما كو هيش شي تعتمد فقط على البلوكات اللي انت مجمعها بداخلك عندك هواية بلوكات من الماضي إذن هي مسببت لك إعاقة وماذا تقدر تستقبل وتعيش النعيم حررتها إذن انت سويت فلو وتدفق وبالتالي راح تقدر تعيش النعيم هذه هي ببساطة فلا تعقدوها وخليني أخذ كورسات بالاستحقاق وشلون أعلي استحقاقي وشلون أنه أقدر أكون شخص جيد أو مفيد في حياتي أو بنظر أهلي والمجتمع إلى آخرين كل هذه الأشياء مجرد مشتتات الخلاصة إذا كان نهري صافي ما بي صخور وأحجار ومعيقات فتدفق المي راح يكون تناغم جميل بالتالي كل شي أحلم بي وأريد وأرغب فيه راح يجيني بسهولة ويسر ونعيم أما إذا تشن تنكدس في داخلي ذكريات وآلام ومعانات معتقدات تقول أنه أنا ما عندي حظ أو أنا ما عندي استحقاق أو أنا شخص خطأ هواية بالماضي أو ما عندي مؤهلات تتخليني شخص واعي أو ناجح في حياتي كل هذه الكلاكيع اللي إذا أحطها في داخلي هي اللي مسببت لبلوك بنهر حياتي بالتدفق اللي هو دائما موجود بالمناسبة التدفق أو الفلو دائما في حالة سريان أنا اللي أحط بلوك أو أنا اللي أفتح بلوك بالتالي أستقبل أو أسوي معيق فالموضوع كله يرجع لك إمتى بغض النظر شنو كانت الباك جراوند أو تجاربي أو الماضي مالتي أو أنا من وين جاي وشنو كانت حياتي هاي كلها مو مهم ولهذا قلت لكم اليوم خلونا نحررها نحرر كل الأكاشة مالتنا كل سجلاتنا كل ماضينا كل أحاسيس التجارب اللي عشناها سواء حلوة أو مو حلوة خلونا نتخلى عنها وي لات جو تخلي فعلي سرنر لما نتخلى ونبطن نتمسك فرح نحرر المعيقات ورح نقدر نستقبل ونعيش الحياة بسهولة ويسر واستمتاع ونعيب لكن إذا بعدني متمسكة فبالتأكيد ده أحط معيقات وما رح ألوم أي شيء آخر ليش مدى تتحقق أحلامي أو ليش حياتي صعبة وليش ده أعاني لأنه أنا اللي حاط بروك لنفسي حتى المرض حتى الشح حتى الفقر كل أشكال المعاناة هي عبارة عن بلوكات أنا حاطتها لنفسي لما أسمح لنفسي بأنه أتخلى عنها أحررها تماما أبطل متمسكة بيها لأنه هي كانت تخدمني ممكن بالماضي ساعتها رح أفتح المجال لهذا التدفق الإلهي بأنه هو يوصلني وأقدر أعيشه وأستمتع به بسهولة ويسر ونعيم أو كيف فما ألوم لا الظروف ولا أحد ثاني ولا حتى نفسي على المحدودية اللي بحياتي مثل ما أنا خلقتها إذن أنا أقدر أحررها ببساطة لما أتخلى عنها وأختار احتمال ثاني لأنه تذكروا النهر دائما في حالة سريان وتدفق ما رح يوقف هل أنت دا تستقبل ولا أنت دا توجه لأفرع ثانية وحاط سد أو سدود لنفسك يعني تجيك الطاقة بس أنت تتحولها للآخرين اضل تنطي الآخرين أولوية أكثر منك أنه فلان أو أهلي أو المجتمع أو الآخرين فبالتالي دا ييجي هذا النهر أو التدفق بس آن إش دا أسوي دا أحول المجرى دا أنطي 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 من غير ما أملد نهري أو خزاني أوكي فخلونا أول شي أحنا نكون في حالة امتلاء ونفير يغض للآخرين بدل ما لما يجيني أحس أنه لا أنا ما أستحق فلان يستحق أو ما أدري منه يستحق فخليني أنطي لا أنت تستحق لأنك موجود مو لأي سبب ثاني لأنه الخالق لا يخطر أبدا هو ما خلقك خطط فأنت موجود لأنك تستحق الوجود وما كو شي بالدنيا رح يلغي هذا الوجود فما تحتاج دليل أو إثبات لوجودك أو لأنك تستحق خلونا نتخلى عن هذا شيء الآن نتخلى عن محاولات إثبات الوجود أو اختبار الذات بأني أستحق لأنه هاي شغلة مهمة واكتشفتها حتى في نفسي قبل فترة بأني أنا أختبر نفسي أحاول أختبر أنه هل أنا فعلا استحقاقي عالي أو أنه الناس تحبني أو فلانا تحبني أو أنه أنا شخص مهمة بحياتهم فلقفت نفسي أنه هاي كلها اختبار أو محاولات إثبات نلعبها على نفسنا حتى نحس بأنه أحنا مهمين أو إلنا أولوية أو نستحق وجودي مهم فشنو رأيكم حتى هذي نتخلى عنها الآن نتخلى عن محاولات إثبات الوجود أو إثبات بأني مهم أو أستحق كل هذه المحاولات نحررها الآن أيضا فبالتالي فبالتالي ما رح أعيش لأني دا أحاول أثبت شيء أو ما رح أسوي شيء فقط حتى أثبت شيء أو أختبر نفسي أو أختبر الآخرين حتى بالتالي أحس بأني مهم اللي راح أسوي رح يكون طالع من قلبي لأني عندي شغف بهذا الشيء وليس محاولة أثبات أو رفع استحقاق أو اختبار للذات حلو فساعتها لما احنا نكون نتخلينا عن كل هذه الأشياء من ضمنها نلعب أدوار أو ناخذ مهمات حتى نحس بأهميتنا بالحياة لما نتخلى عن كل هذه الأشياء رح نكون عايشين في حالة تسليم سرندر جميل وما عندنا معيقات فبالتالي كل شيء سيأتي لك من غير أنت ما تعاني حتى توصل له أو تبدل جهد حتى توصل له لأن أنت ببساطة نظفت مجرى نهرك وصار صافي و open to receive صرت تستقبل بسهولة ويسر من غير معاناة وما صرت تختبر نفسك أو تحاول تثبت بأنه أنت تستحق هذا شيء اللي استقبلت لأنه طالما أجاك فأنت تستحق وطالما أنت موجود فأنت تستحق الوجود فخلونا نتخلى عن محاولات الإثبات أو أهمية الوجود لأنه هذه شغلة منتهين منها وكل المعيقات اللي تحطتها بالداخلي أسمح لها بالرحيل الآن أبطل متمسك بشيء حتى حقلي الطاقي أو الأكاشة مالتي رح أسمح لها الآن تتحرر وتروح للروح تتحول لحكمة وطاقة نقية حتى أكون فعلا نظفت كل حقلي الطاقي كل ذاكرتي كل مشاعري كل الماضي مالتي بالتالي رح أفتح احتمالات جديدة لمستقبلي وحياتي فهذا شيء اللي حبيت نسوي مع بعض اليوم لأنه مهم جدا بدل ما أقعد أشتغل على أهدافي واحد واحد وهذا الهدف لماذا يتحقق أو هذا لماذا يتحقق ببساطة أتخلى عن كل الأشياء اللي أنا جمعتها من الماضي حتى أسمح للتدفق وكل شيء رح يجيني بسهولة ويسر فشقت حلوة الحياة لما نكون عايشين أحنا بسرندر بالتسليم مستمتعين بكل لحظة حضور فبدل ما نقعد مفكر رح أسوي باتر أو شلون رح أثبت وجودي رح أستبدع بهذا الوجود أنا موجود طالما كنت ودائما سأكون فخلونا نطمئن نستشعر هذا الأمان في داخلنا الآن أنا بأمان I am safe فلما ننطي هذا الأمان لنفسنا حتى حتى جسدنا رح يسترخي ما رح يحتاج يلبس درع المنقل ولا يشيل سيفه ويحارب من أجل البقاء رح يسترخي رح يطمئن لما يحس بالأمان حتى عقلي رح يطمئن مو بحاجة لأنه يفكر 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 شلون ممكن يبقى على قيد الحياة فخلونا ننطي هذا الأمان لنفسنا الآن خلو جسدكم وعقلكم الآن يستشعرون الأمان فبالتالي رح يقدرون يسترخون لما يسترخون الجسد رح يوازن نفسه ويشفي نفسه والعقل رح يسترخي ويحس بالأمان بالتالي ما رح يكون في حالة توتر أو في حالة ترقب تفكير مستمر وإنما وإنما رح يسترخي لتدفق نور الروح اللي رح يوصلني بسهولة ويسر وأعيش حياة من النعيم والاستمتاع لأنه تذكروا أنت موجود حتى تجرب وتأخذ تجاربك للروح تأخذ عصارتها مثل العنب اللي قطعناه من الأشجار بالأخير لما رح نعصره ويطلع العصير نستمتع به هذا العصير هو خلاصة تجاربنا هو الحكمة والإحساس والباقي كله القشر والنوة والأخصان وحتى التراب اللي تجمع علينا من خلال سنين تجاربنا كلها رح يتنظف كلها رح ينغسل ورح تطلع طاقة نقية مليانة حكمة وإحساس توصلني تخلق لواقع جديد بحكمة بإحساس بتجارب حسية أستمتع بها بدل ما أظن خايفة أو محدودة رح أكون منفتحة أوفن لهذا التدفق الجميل لأني بأمان دائما أحساس الأمان يخلينا منفتحين للحياة الخوف والقلق يخلينا منغلقين حاطين سدود وبالتالي مدى نستقبل التدفق الموجود فكل اللي علينا نسوي الآن نتنفس نشعر بالأمان نستقبل المغفرة من الروح ونستقبل حكمة تجاربنا بعد ما سلمناها كلها للروح ممتاز حلو الأحساس إن شاء الله تكونون استفاديتوا وفعلا تخليتوا عن كل تجاربكم وآلامكم ومشاعركم من الماضي كل الطاقات العالقة تخليتوا عنها حررتوها سلمتوها للروح الروح هي راح تشوف شغلها وتحولها لطاقة نقية وحكمة وتنطيكم إياها كهدية استقبلوها واستمتعوا بيها جميل شكرا لموجودكم شكرا لمشاركتكم ولا تنسون أنه أنتو أرواح عظيمة جدا موجودين هنا حتى تستمتعون وتأخذون حكمة التجارب فلا تبقون عالقين بتجربة أو بمكان مؤين تحسون أنه أنتو محدودين وما عندكم احتمالات أخرى دائما توسعوا لأنه الروح لا محدودة والإحتمالات لا محدودة فلما تسلموها للروح رح يجيكم مئة باب ومئة طريق تقدرون تعيشون بالحياة اللي مش أنتو حتى تتخيلوها لأنه ما كنتو شايفيها فننطل لنفسنا الأمان نستقبل المخفرة نودع كل الماضي ونستمتع بالحكمة والإحساس من تجاربنا شكراً لكم شكراً لوجودكم لولا مستقبلين جميلين مثلكم ما كان صار عندي هذا الشغف للعطاء فاوجودكم مهم I acknowledge you Namaste